لم تمضي أيام على حديث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن استمرار حرب تحالف دعم الشرعية في اليمن حتى انعقد اجتماع لدول التحالف الاجتماع الذي انعقد في الرياض بمشاركة 13 دولة عربية وإسلامية على مستوى وزراء خارقية دول التحالف كان من اللافت فيه مشاركة رؤساء أركان جيوش تلك الدول وهو ما أعطى انطباعا لدى محللين عن وجود توجه سعودي لعادة الخيار العسكري مع ميليشيا الحوثي حديث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الاجتماع أكد على مضمون تصريح ولي العهد السعودي عن ضمان أمن حدود السعودية مشيرا إلى استمرار تهديدات ميليشيا الحوثي وصالح لأمن المنطقة موضحا أن تلك الميليشيا اختطفت إرادة اليمنيين وفرضت الخيار العسكري عليهم إيقاف استيلاء ميليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية وقطع أدرع التمر التمدد الإيراني في المنطقة وحماية خطوط الملاح البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ولإعادة الشرعية للعاصمة صنعا تمكين الشرعية اليمنية من السيطرة على كامل الأراضي اليمنية أحد أهداف التحالف الذي أعاد التأكيد عليه رئيس هيئة أركان القوات السعودية في الوقت الذي أوضح فيه وزير خارجية اليمن عبد الملك المخلافي على ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على إيران وهذا يطلب وقفة قادة ومسؤولة من المجتمع الدولي لوضع إيران أمام خيارين أما أن تأمر وكلاها بوقف الحرب والذهاب والفوضاء السلام قادة وحقية أو أن تواقه المجتمع الدولي من خلال ممارسة ضغوط حقيقية وفعالة لوقف تدخلها بالشان اليمني القلق من سلامة الأمن المائي الإقليمي سيطر على جدول أعمال اجتماع دول التحالف خصوصا وأن التهديدات الحوثية والتدخلات الإيرانية ما زالت مستمرة وهو ما بدى من الدعوة لتوسيع نطاق القوات العسكرية للتحالف حيث من المحتمل أن تنضم ماليزيا لتلك القوات تزامن اجتماع هيئات أركان دول التحالف بعد جولات مكثفة لواشنطن والأمم المتحدة لإنجاح مبادرات إنسانية وسياسية يطرح عدة استفهامات حول انسداد الفرص السياسية ومدى جدية التحالف في فرض حلول عسكرية هذه المرة ترجمة نانسي قنقر